أمنياً أكد التحالف الدولي أن عصابات داعش الإرهابية غير قادرة على احتلال أي أرض في العراق وذلك خلال اجتماعاً لسفراء وممثلية التحالف نظم في اليوم العالمي للسفراء في بغداد لبحث المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين مارتو خلال الاجتماع أن عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدن مقارنة مع السنوات السابقة مبينة أن داعش الإرهابي نفذ هجماته عندما تحين الفرصة له وحضر الاجتماع سفراء وممثلون من بينهم بعثة الناتو في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إضافة إلى البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبية